السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اعمل ايه لما لاقي ان الضكر بيقعد يدخل العش كل شوية ويبص على العش وبعنين لابص على ايه بيدخل العش في الحالة دية تتعرف ان خلاص ان الضكر بيجهز العش هو والنتاية ان هما كده هو بيجهزوا الدورة جديدة ان هما يتجوزوا طيب انت هنا بتعمل ايه بتتأكد اول حاجة ان العش متعلق كويس جدا وانه وبيتهزش دي اول حاجة الحاجة التانية انك بتبدأ تحط انشارة في البيضة طبعا تكون البيضة نظيفة متأكد انها نظيفة وكويسة ما فياش اي حشرات تبدأ تحط انشارة والانشارة اللي تحطها تحطها قوم هارم كده في جنب من العش او البيضة لان الضكر هو اللي هيفردها لما تيجي تفتح في يوم تاني وبصت لها النشارة مفروضة يبقى انت كده خلاص اتأكدت ان هما هيبيضوا ان الضكر بيجهز للعش وانه فرد النشارة لما هيفرد النشارة هبصت ايام الدورية كده جوة العش والدورية دي معناها ان هي دي المكان اللي هيبيض فيه الانسة وغالبا طبعا اللي بتعمل الدورية ديت الانسة طيب الدورية ديت بعد ما عملتها بصت لقيتها ان هي بقت على الخشب يعني زاحت النشارة خالص والدورية دي بقت على الخشب سبها براحتها خالص والبيض يبقى على الخشب مفاش اي مشاكل هي بتسند البيض ده بالنشارة ما تقلقش خالص طيب الحاجة التانية لو لقيت ان النتاية خلاص بدأت تدخل عيش هتقدر خلاص تعرف ان هي كمان بدأت ان هي بتتطمن العيش وهيحصل كده التزاوج بينهم هتلاقي بعد كده النتاية خرجت وحصل بينهم التزاوج هما الاتنين طب هيبيدوا بعدها بقد ايه يعني ومن ثلاثة تبص تلاقي خلاص النتاية بدأت تحط في اول بيضة بعدها بيحصل بينهم التخصيب او التزاوج التزاوج مهم جدا ان يكون على العصية لحظاتكم شايفينها دي او يكون في طاج ان حاجتك حطه علشان خاطر النتاية توقف جواه والدكر يوقف عليها كمان مهم جدا في الفترة دية انت خلاص لقيت ان هما بيجهزوا العيش وانه خلاص بقى هيبيدوا طيب بتبدأ انت تعمل ايه تحط لهم في الجرجير تبدأ تحط جرجير تلات مرات في الاسبوع وتحط لهم البيض المسلوق طبعا ده بيكون مهم جدا جدا ليهم وبالذات للدكر لان كل ما يخص بالانسة طبعا هيضعف فبيحتاج ان هو يكون عنده بروتين يعوض فالبروتين دوت هيكون فين موجود في البيض كمان مهم جدا كمان ان يكون عندهم السبية او المحار ده عشان خاطر يعود يقرقضوا منه علشان خاطر الكالسيوم الايه للانسة او البيض المسلوق وده بيكون بديل للسبية لان فيه ناس بعتتلي في الكومنتات بتقول لي ما بيردوش ان هم يكلوا السبية خلاص حطوا لهم البيض المسلوق ده يكون تلات مرات في الاسبوع مهم جدا ليهم كمان المية يفضل طبعا في الفترة ديت انك تحط على المية نص معلقة من الزنجبيل او ربع معلقة على مية تكون دافية خلاص بتحط نص معلقة من الزنجبيل ده بيحفز الضكر جدا مع الانسة لكن بعد خلاص ما الانسة وضعت البيض ما تحط للزنجبيل ولا اي مخصيبات خالص اللي كده خلاص بقى نتاية حطت البيض بتاعها وكملته كله بدأت انها تخش طرق على البيض ما تحطش بعد كده اي مخصيبات للذكر تسيبه بقى تحط الاكل العادي اللي انت بتحط لهو البيلقم والفلارس برضو سؤال تاني احد المتابعين بيقول لي ان النتاية بضت البيض بتاعها رايق مرة واثنين اطفر عليهم كمان مرة التالتة يا ترى هو كده العيب في الضكر طبعا اكيد العيب من الضكر لما بيكون البيض رايق مرة واثنين وتلاتة يبقى كده العيب في الضكر الدكر ممكن يكون اصغر من النتاية ما بيحصرش بينهم التخصيب الكامل بينهم او ما فيش توالف بينهم كويس هنا النتاية هتضيط البيض رايق لان هي العمقود بتاعها جاهز عمقود البيض جاهز فكده كده هتضيط بوجود دكر او من غير دكر خالص هتضيط فطبعا لما بيكون بقى الدكر هنا مش خاصة بالنتاية او ان الدكر ضعيف الدكر الصغير هنا البيض كله هيطلع علي في الحالة دية انت بتعمل ايه لقيت مرة واثنين وتلاتة البيض بيطلع عندك رايق يبقى خلاص تبدل الدكر وطبعا تبديل الدكر ده حاجة مسهلة لو هم متولفين فانت حاجة من الاثنين يقيمة تبدل الدكر يقيمة تصبر شوية على الدكر لغاية ما يكبر يعني تبدأ تستنى شهر شهرين تاني لغاية ما الدكر يبدأ ان هو يكبر وخرج بقى كويس وانت تدينه في المحفزات هيبدأ يخصب في الانسة فادي تبقى عاية شوية صبر وافضل طبعا ما انت تبيعه وتجيب دكر غيره هيحصل التوالف ما بين الانسة والدكر ده بياخد وقت طويل فيفضل ان انت تعمل ايه تصبر على الدكر ده لغاية ما يكبر طيب سبرت عليه شهر شهرين تلاتة وخلاص كبر وبرضو البيت رايق يبقى كده الدكر ده في حاجة يبقى ده دوت ما بيخصفش كويس بديته سلينيوم كمان وعملت معاه كل حالة يبقى الدكر ده مش كويس لازم تبدله بدكر تاني خاصة بالانسة صح ده ما انت كده عندك انسة كويسة يبقى خسارة ان البيت ده كله يبقى يبقى عالفاضي فهنا يجب ان انت تغير الدكر طيب السؤال التاني برضو هيقول لي ان الانسة باضت البيت بيضة واثنين وثلاثة وما بترقودش على البيت اعمل ايه لا اسيبها براحتها خالص لغاية ما تكمل بقيت البيت كله هتبدأ تخش ترقود على البيت لما تكمل البيت بتاعها كله فيه كوكتيل لما بيبيض من اول بيضة بترقود ولكن فيه برضو جوز تانية او انواع تانية تبصت لاقي لما يكمل البيت كله يخش يرقود على البيت ما تقلقش من الحتة ديت لكن لو لقيتهم ان هم بيخشت بترقود على البيت بالنهار وبتسيبوا طول الليل بقى هنا في حاجة بيتخوفهم بالليل فيه فار اكيد في المكان بيخوفهم بالليل فطبعا هنا النتاية بتضطر ان هي تخرج من البيضة خالص وتقعد واقفة برا معه الضكر وسايبر بيت جوه وكده بيض يبوز في الحالة ديت انت تعمل ايه بتحاول ان انت تطفش الفران دي باي سم باي حاجة وكمان تحط لمضة خافطة يعني السهراية او لمضة كده تكون دوق بتاعها ضعيف بجانب الافس علشان خاطر اتذكر ونتاية ما يخفوش بالليل بشكركم باتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم باتمنى من حضراتكم اشراك في القناة تفعيل زر الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة